بسم الله الرحمن الرحيم كنت في محاضرة سابقة قد بدأت الحديث عن أحكام الألف اللينة في الأسماء يعني الألف اللينة هي الواقعة في أواخر الأسماء لأن إذا قلنا اللينة فنحن نقصد الألف التي تقع في آخر الكلمة وكنت قد ذكرت لكم أن قاعدة كتابتها في الأسماء تبدأ بمعرفة الكلمة هل هي عجمية أم عربية وقد تحدثنا عن حكم الألف اللينة في أواخر الأسماء العجمية واليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن الألف اللينة في الأسماء العربية حين تصادف اسما عربيا في آخره ألف في آخره ألف فإنه يجب أن تفرق حتى نضبط القاعدة يجب أن نفرق بين الأسماء العربية المبنية والأسماء العربية المعربة المعربة الأسماء المبنية الأسماء المبنية لها قاعدة ثابتة تقول كل الأسماء المبنية كل الأسماء المبنية المختومة بألف ألف تُكتب ألفها طويلة يعني تُكتب بهذا الشكل طويلة بهذا الشكل ثم نقول ما عدا لاحظوا معي أنه في الحروف وفي الأسماء العجمية وفي الأسماء المبنية وفي الأسماء المبنية القاعدة واحدة وهو أن تُكتب الألف طويلة في أواخر الحروف في أواخر الأسماء العجمية في أواخر الأسماء العربية المبنية وفي كل مرة نقول ما عدا فاستثنينا أربعة حروف واستثنينا ستة أسماء ستة أسماء أعجمية وسنستثني الآن أربعة أسماء مبنية هذه الأربعة ستُكتب بألف مقصورة وما عداها فإنه يُكتب بالألف الطويلة القائمة هذه الأسماء المبنية المستثناء هي لدى الظرفية بمعنى عند وألف يا سيدها لدى الباب ومتى الاستفهامية لاحظوا معي أن في حديثنا على الأسماء العجمية قلنا متى الاسم العجمي وهنا متى الاستفهامية التي يستفهم بها عن الوقت متى ستحضر متى ستحضر وعندنا أن أن لك هذا أي من أين لك هذا وهي استفهامية أيضا وعندنا الأولى الأولى بمعنى الذين الأولى بمعنى الذين الأولى فعلوا الذين فعلوا هذه الأسماء الأربعة تُكتب الألف في آخرها مقصورة وما عداها من الأسماء المبنية كما سنلاحظ الآن ما عداها من الأسماء المبنية فإنه يُكتب بألف قائمة مطلقا لاحظ معي إذا أخذنا إذا الظرفية الشرطية اسم مبني وفي آخره ألف فكتبت قائمة لاحظ معي الضمير أنا لاحظ معي الضمير أنتما أنتما لاحظ معي اسم الإشارة هذا لاحظ معي الظرف كلما وفيه معنى الشرط لاحظ معي اسم الشرط مهما لاحظ معي اسم الإشارة الظرفي هنا لاحظ معي كل هذه الكلمات ختمت بألف ولأنها من الأسماء المبنية فقد طبقنا عليها القاعدة فكتبنا الألف في جميع هذه الأسماء قائمة كتبناها ألفا قائمة طويلة لأن القاعدة تقول جميع الأسماء المبنية المختومة بألف تكتب الألف فيها طويلة قائمة ما عدا هذه الأربعة أذكركم فأقول تحدثنا عن الألف اللينة في الحروف فقلنا كل الحروف المختومة بألف تكتب ألفها طويلة ما عدا ثم استثنينا أربعة أحرف إلى وعلى وحتى وبلى ثم لما تحدثنا عن الأسماء قسمناها إلى عجمية وعربية وقلنا القاعدة نفسها في الأسماء العجمية فقلنا جميع الأسماء العجمية تكتب بألف طويلة قائمة ما عدا ثم استثنينا موسى وعيسى ومتى وكسرى وبخارى وموسيقى ثم لما تحدثنا عن الأسماء العربية قسمناها إلى مبنية ومعربة فأتينا بالقاعدة نفسها في المبنية فقلنا كل الأسماء المبنية المختومة بألف تكتب ألفها طويلة هكذا ثم استثنينا أربعة وأجرينا القاعدة فيما عدا ذلك بقي لنا الحديث الآن عن الأسماء العربية المعربة بعد أن تحدثنا عن الأسماء العجمية بقيت العربية ثم قسمنا العربية إلى مبنية ومعربة تحدثنا عن المبنية وسنتحدث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى عن الأسماء العربية المعربة وهناك نلتقي بإذن الله